كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذا الذي كنا نتسابق على غسيله رجل ملتح مطبق للسنة حتى ونحن نغسله نفرح بغسيله من نظافته واتباعه لسنن الفطرة أثاره ابطه نظيف رائحته نظيفة إذنا نقلبه ونغسله رحمه الله حتى وصلت إلى أن أضع الطيب على مواضع السجود ووضعته وقبل أن أكفنه أردت أن أقبل جبهته تعرفون لماذا ستعرفون كيف مات ولن تدومونني أن أقبل جبهته كنت والله الذي لا إله غيره وأنا أغسله أريد أن أغسل وجهه كنت أغلق فمه بيدي من ابتسامته لا أقول كأنها ابتسامة بل هي ابتسامة ابتسامة أغلقها بيدي فيفتح فمه حتى أني قلت يا أخي سكر فمك نريد أن نغسلك وأنا أضحك فرحان بغسيله هذا وكنت أمسك فمه من ابتسامته حتى وضعناه على الكفن فتذكت أني لم أطيبه فطيبته ثم أتيت بعد أن طيبته لكي أقبله فأتى طعم العطر في فمي ولكنه طعم ليس بطعم عطر عادي إي والله فأخذت الطيب الذي طيبته وطعمته إذ بهذا الطيب حامض وليس بهذا الطعم والطعم الآخر إذ به أحلى من العسل طيب أحلى من العسل وكنما قلت قصة هذا الرجل أشعر بطعم الطيب في فمي ذلك الطيب ثم كفناه وذهبنا نصلي عليه أتعرفون كيف مات هذا الرجل لقد كان إمام مسجد حافظ للقرآن في حادث سيارة بسيط نزل بعد الحادث نظر إلى عربته أمام الناس ثم قال الحمد لله على كل شيء وكان الحادث بسيط جدا ثم مشى خطوات وفي نصف الخط في نصف الطريق قال للناس ابتعدوا عني ثم نزل على جهته اليمنى إذ تبقى على جنبه الأيمن ثم قال وهو متوجه إلى القبلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم شهق شهق ومات رحمه الله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ولذلك كنا نتسابق ونضحك ونحن نغسل مستبشرين له بإذن الله أيها الإخوة الكرام اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد اللهم اختم لنا بأعمال الصالحين وجنبنا أعمال الطالحين فيا من تسرف على نفسك بالمعاصي انتبه ويا من أنت في الصالحات اثبت حتى تثبت في ذلك الوقت ويكرمك الله بالشهادة اللهم ارزقنا الشهادة قبل أن نموت يا رب العالمين اللهم آمين كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر الآمنين نعم أجر الآمنين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ترجمة نانسي قنقر